لكن الآية فيها إشارات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إلى آخر الآية الكريمة من سورة النور سأذهب بكم إلى سورة النمل وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الحيوانات كانت في خدمة سليمان أيضا ولكن لماذا خصص الطير بالذكر؟ لما قلت لكم من خصوصية فيه من ذكائه ومن علو شأنه فيما بين الحيوانات ولذا فإن القرآن حين تحدث عن جنود سليمان حدثنا عن الجن والإنس والطير هو حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحدثتنا سورة النمل عن طائر ذكي جدا إنه الهدهد في الآية العشرين في الآية العشرين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النمل وتفقد الطير من؟ سليمان كيف تفقد الطير؟ لأن سليمان حينما كان يطير ببساطه الطائر وهو جالس على عرشه كانت الطير تصطف مع بعضها وكل طائر له مكانه الخاص كي تظلل على سليمان وجنوده الذين معه قد ركبوا على البساط الطائر الهدهد كان مكانه فارغا فكان ضوء الشمس يتسرب من فتحة مكانه فنظر سليمان إلى مكان الهدهد في هذا السقف المصنوع من الطيور وأجنحتها مثل ما قلت لكم قبل قليل كل طائر له مكانه الثابت نظام دقيق فوجد مكانه فارغا فلذا قال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير سليمان فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى أخر ما جاء في قصة الهدهد وتفاصيل قصة الهدهد إنما جئت به مثالا سأعود إليه سأعود إليه في حلقة يوم غاد واضح من أن الطيور لها خصوصية قرآنية وتلك الخصوصية مردها إلى طبيعة خلقتها نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت في داك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته علي صلوات الله عليه والإئتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال جاء التعبير بالدواب عن بني البشر إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الآية الثانية والعشرون والتي بعدها أيضا بعد البسملة من سورة الأنفال إن شر إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الحديث عن البشر لا ذكر لسائر الحيوانات ولا ذكر للطيور ولا ذكر لأي صنف آخر تلاحظون أن المصطلح يتحرك في مسار حركته عبر آيات القرآن في مختلف الموضوعات إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم هذا الكلام لا يقال للحيوانات ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون في سورة نفسها في الآية الخامسة والخمسين من سورة الأنفال بعد البسملة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فهنا وهنا المصطلح مثل ما في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال هو هو في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة الأنفال في بني البشر إن شر الدواب الدواب هنا بن البشر صالحهم وطالحهم لكن الآية تتحدث عن الأشرار إن شر الدواب إن شر الآدميين عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إلا إذا أردنا أن نقول من أن الحديث هنا ليس عن بني البشر فقط وإنما عن بني البشري في عالم الأرض وعن مخلوقات أخرى في الكواكب الأخرى فيكون الكلام إن شر الدواب عند الله من بني البشر ومن غير البشر من الكائنات العاقلة الأخرى في هذا الكون الفسيح لكن ني لا أريد أن أحمل الآيات هذه على هذا المعنى مع وجود هذا الاحتمال من الجهة اللغوية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ومن سورة الأنفال أذهب بكم إلى سورة النحل وإلى الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم الحديث عن الناس ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة من بني البشر ومن غير بني البشر من الحيوانات الحيوانات قد تكون سببا لرحمة الإنسان مثل ما جاء في بعض الأحاديث القدسية لولا بهائم رتع بهائم حيوانات لولا بهائم رتع وشيوخ ركع إلى آخر الحديث هناك البهائم الرتع وهناك الشيوخ الركع وهناك الشباب الخشع وهناك الأطفال الرضع لكن حديثي عن البهائم الرتع لصب الله على الناس العذاب صب ففي حالات في السنن الإلهية تكون البهائم الرتع وهي البهائم الآمنة في حقولها في مراعيها تأكل طعامها تأكل أعلافها تأكل حشائشها حشائش الأرض ونباتها هذه البهائم الآمنة في مراعيها تكون سببا في بعض الأحيان لمنع نزول البلاء لمنع نزول العذاب وفي أحيان أخرى حينما يستحق النهس عذابا قد يعذبون بهلاك الحيوانات في أعوام المجاعة والقحط مثلا وقد ينزل العذاب والبلاء على الناس وعلى الحيوانات معا كل حالة لها تفاصيلها الروايات الروايات فصلت لنا والآيات بيّنت لنا لكن المقام ما هو بمقام إسهاب أستعرض الآيات بين أيديكم لأجل أن أصل إلى غاية كل هذا الاستعراض أريد أن أبين لكم من أن المصطلح هذا الداب مصطلح متحرك ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا من أن المصطلح يتحرك يمينا وشمالا من علي سيد الأوصياء إلى الأرض إلى الحيوانات عموما إلى الحيوانات من غير الطيور التي تطير بأجنحتها إلى الحيوانات من غير الأنعام وهي الحيوانات التي يتنعم الإنسان بفوائدها ومنافعها في حياته اليومية إلى البشر فقط إلى وإلى وإلى إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الشورى إلى سورة الشورى وإلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة وصلنا إلى غايتنا وصلنا إلى غايتنا ومن آياته ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض دققوا معي في هذه الآية كل الذي تقدم ذكره من حركة المصطلح في مساره بين آيات القرآن أردت من خلاله أن أصل إلى هذه الآية إنها التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة فلقد بث الدواب في السماوات والأرض ليس في الأرض فقط دققوا النظر في الآية تدبروا فيها ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما قدر الأرض في عالم السماوات ما قدر الأرض الأرض لا قيمة لها بالقياس إلى سعة هذا العالم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما بث نشرت مثل ما نشر ما نشر من دواب في الأرض في كل مكان الدابة التي لها دبيب الإنسان حيوانات البار حيوانات البحر الطيور هذا هو مصطلح الدواب ومر علينا والدابة هنا جاءت بهذا المعنى فمثلما بث الدواب في الأرض بث الدواب في السماوات والحديث على الأقل عن السماء الدنيا عن هذه المجرات العظيمة لا أريد أن أتجاوز إلى السماوات العلا الحديث عن السماء الدنيا عن هذه المجرات العظيمة مجرتنا فيها المليارات والمليارات من الكواكب والنجوم وهناك مليارات من المجرات هكذا تقول حقائق العلم المعاصر فمثلما بث ما بث وبكثرة من الدواب في الأرض فإنه قد بث ما بث من الدواب وبكثرة في هذه المجرات العظيمة نحن لا نعلم بهم القرآن يحدثنا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما معا في السماوات والأرض ما قالت الآية وما بث فيها في الأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هؤلاء يجمعون في المشروع المهدوي هذه عظمة المشروع المهدوي أنا لا أتحدث عن كل عظمته هذا مصداق من مصاديق عظمتي المشروع المهدوي الذي تقزمه حوزة السفاهة والسفهاء إنها حوزة الطوسي من هنا نشأ العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم الأرض جزء يسير من مشروع الحجة بن الحسان الأرض هي العاصمة الأرض هي العاصمة عاصمة المشروع المهدوي الأرض وعاصمة الأرض العراق وعاصمة العراق الكوفة ما هو هذا الذي ثقفنا به وثقفونا عليه محمد وآل محمد فالأرض عاصمة للكون لا أتحدث عن أنها تكون في وسط الكون نحن على حفة مجرة درب التبانة نحن لسنا في وسط المجرة الأرض على ذراع من أذرعة مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة فيها المليارات من الكواكب والنجوم وما وراء مجرة درب التبانة هناك مجرات ومجرات لا تعد ولا تحصى ونحن في أرضنا في كوكبنا في حاشية ذراع من أذرعة مجرة درب التبانة فالأرض عاصمة المشروع في هذا الكون وعاصمة الأرض بحسب المشروع العراق وعاصمة العراق بحسب المشروع بحسب المشروع المهدوي الكوفة ومن آياته خلق السماوات والأرض أنا لا أقرأ رواية ولا أقرأ آية متشابهة إنها آية محكمة واضحة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إنما يجمعهم المشروع المهدوي الأعظم وعملية البث هي عملية نشر واسع مثلما نشر ما نشر في الأرض فإنه نشر ما نشر في السماء وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن كوكبا صالحا للحياة هو أكبر عجما من الأرض ربما بآلاف المرات وربما بملايين المرات كم سيكون عدد الدواب هناك التي بثها الله سبحانه وتعالى إذا ذهبنا إلى سورة النساء إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية الأولى بعد البسملة يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلق أبانا آدم وخلق أمنا حوى ثم كان الذي كان فانظروا إلى الصين وانظروا إلى الهند يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء البث هو النشر الواسع الكثير هذا هو تعبير القرآن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أعود إلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يجمعون تحت راية المشروع المهدوي الأعظم هذا هو التعظيم لمشروع إمام زماننا ومن قرآنه من قرآنه صاحب الأمر لذا فإنه سيأتي بكتاب جديد الكتاب الجديد هو لكل هذا الخلق النظام الجديد هو لكل هذا الخلق النظام الذي عندنا يناسب مرحلة الغيبة بحسب الأرض أما إذا فتحت الأبواب بيننا وبين كل جهات الكون وبين عوالم الغيب وعوالم الشهادة فإننا سنحتاج إلى نظام جديد إلى كتاب جديد إلى برنامج جديد من هنا إنه سيأتينا كما في الرواية بالمثال المستأنف المثال يعني الأنموذج يعني الدستورة المفصلة الكاملة الجديد مستأنف جديد ومثال هو نظام متكامل في جميع جهاته سيأتينا سيأتيكم صاحب العمر بالمثال المستأنف قال النواصب في تفاسيرهم من أن دواب السماء هم الملائكة قالوا هذا ووافقهم من وافقهم من الشيعة لا شأن لي بأقوالهم القرآن يكذبه إذا ما ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية التاسعة والأربعين من سورة النحل ماذا تقول الآية التاسعة والأربعون من سورة النحل وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما في السماوات وما في الأرض من دابة دواب السماوات ودواب الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون الملائكة ما هم بداخلين تحت هذا العنوان الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى لا تتحدث عن الملائكة إنها تتحدث عن دواب الأرض ودواب السماوات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الآية في سورة الشورى تحدثت عن أن الله بث الدواب في السماوات وفي الأرض بنسق واحد فمثلما بث الدواب بهذه الكثرة وبهذا الانتشار في الأرض إنه بث الدواب في السماوات بهذه الكثرة وبهذا الانتشار بما يناسب سعتها فأعداد الدواب في السماوات أكثر بكثير من أعداد الدواب في الأرض فكل بحسبه وبما يناسبه فهناك بث للدواب في الأرض وهناك بث للدواب في السماوات الآيات واضحة وواضحة جدا وإذا ما ذهبنا إلى سورة الجاثية في سورة الجاثية في الآية الثالثة الثالثة والرابعة بعد البسملة ماذا نقرأ في هاتين الآيتين من سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين المضمون الذي مر علينا في سورة الشورى في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب هنا في سورة الجاثية في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون الحديث عن بث في السماوات والأرض اجمعوا بين الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير اجمعوا تلك الآية مع هاتين الآيتين من سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون بث للدواب في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين أعتقد أن الآيات واضحة هناك دواب في السماوات وهناك دواب في الأرض قطعا أعداد دواب السماوات أكثر بكثير بل لا وجه للمقايسة مع أعداد دواب الأرض فإن الله بث الدواب في الأرض بحسبها وبث الدواب في السماوات بحسبها أيضا فما سعة الأرض إلى سعة السماوات نذهب إلى لا فصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا السماوات يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشر كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس هذا يشير إلى جزء من معنى أنهم أن محمداً وأهل محمد حجة الله في سماواته وأرضه فما هم بحجة على الصخور وعلى الكواكب التي ليس فيها من ماء أو هواء هم حجة عليها لكن محمداً وآل محمد حجة على هذه الأعداد الهائلة من المخلوقات في هذه المجرات العظيمة هم حجة على كل أولئك وقد بيّنوا لنا هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم الشريفة سيأتينا الكلام تباعاً هذا الكلام ليس كلاماً مجازياً من أنهم حجة على جميع من في السماوات والأرض جزء من هذا المعنى هو هذا الذي أتحدث عنه وهو جزء من عقيدة التعظيم من مسار التعظيم الذي يتناقض بدرجة كاملة مع مسار التقزيم مع مسار الأقزام والسفهاء في حوزة الأقزام والسفهاء في حوزة السفاهة والتقزيم وقت الحلقة انتهى لكنني سأختم حديثي بمقطع من الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنها الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان يرويها عن الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نسلم على الحسين السلام عليك يا حجة الله وابن حجته حجة على الإطلاق من جملة مصادق حجيته هو هذا الذي أتحدث عن عن هذه الكائنات الهائلة عن دواب السماوات عن المخلوقات العظيمة في هذا الكون الفسيح القرآن أخبرنا عن هذا وهم حدثونا السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض فحزنك هذا يا حسين حزن في كل تلك العوالم هم لا يعرفون أن آدم قد خلق لكنهم يحزنون على حسين بحسبهم مثل ما جاء في الروايات من أنهم يلعنون قتلت فاطمة وهم لا يعلمون من أن آدم قد خلق فهذا الشيعي يتعجب من ذلك فيسأل الإمام وستأتينا الروايات كيف يلعنون الأول والثاني وهم لا يعلمون أن آدم قد خلق لا علم لهم بكوكب الأرض وما يجري عليها الإمام قال له هل رأيت إبليس إذن لماذا تلعنه لأنك قد أخبرت بذلك وهم قد أخبروا أخبروا تأتينا الروايات والأحادي لازلنا لازلنا الموضوع واسع متسع موضوع التعظيم هذا والتقزيم أعرف من أين تأخذون دينكم يا أيها الشيع دينكم دين الأقزام دين العمالقة هو هذا دين المشروع المهدوي العملاق هو هذا السلام عليك يا حسين يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض أشهد أن دمك سكن في الخلد لأن الخلد يشتاق إلى دمك لأن الوجود يبكي على دمك لكما يقول هؤلاء السفلة في النجف من أن دمك نجسون يا حسين أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق جميع الخلائق وبكت له السماوات السب والأرضون السب وما فيهن ما فيهن من الأعداد الهائلة من الخلائق وبكت له السماوات السب والأرضون السب وما فيهن أرضون ساب وما فيهن وما بينهن ليس الحديث عن طبقات الأرض وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى وما يرى وما لا يرى ما نراه وما لا نراه هناك من الكائنات العظيمة التي تقطن في هذه المجرات لا نستطيع رؤيتها خلقت من مادة لا نتمكن من رؤيتها لا نستطيع أن نراها بحواسنا المحدودة هذه نحن بحاجة إلى أن تفتح العيون التي في القلوب شيعتنا أصحاب الأربع الصادق يقول عينان في الرأس وعينان في القلب فإذا أراد الله بأحد برجل خير فتح عينيه اللتين في قلبه الكلام مفصل طويل مرت علينا الآية في سورة النحل الآية الثامنة بعد البسملة من سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون كل شيء بكاك يا حسين وما يرى وما لا يرى يا حسين ويخلق ما لا تعلمون قرآنه رواياته فصاحتهم بلاغتهم أحاديثهم زياراتهم نسق واحد ألا لعنة على منهج الطوس ألا لعنة على منهج حوزة النجاف إنه منهج الضلال والسفاة لازال الحديث طويلة متواصلة هذا هو مسار التعظيم فروا 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 من دين الأقزام فروا فروا من مسار التقزيم تمسكوا بمسار التعظيم إنه مسار قرآنهم المفسري بحسب قواعد تفسيرهم إنه مسار حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم وقت الحلقة صار طويلا مهذا أصنع لهذا الوقت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله